في إطار مساعي تحريك مياه الحوار السياسي الليبي الراكدة تحت مظلة أممية يأتي التأم لجنة العسكرية 5 زائد 5 في مدينة غدامس على أرض ليبية لأول مرة منذ تشكيلها وبحضور وفد من الجيش الوطني وحكومة الوفاق ويبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم كما أنه من المنتظر أن يتطرق أطراف النقاش لمسألة إنشاء اللجان الفرعية المكلفة بالتنفيذ الميداني لبنود الاتفاق بالإضافة إلى آليات المراقبة والتحقق من التهدئة وهذا الاجتماع هو الخامس للجنة العسكرية المشتركة وصبقه أربعة لقاءات للجنة جميعها عقيدة خارج ليبيا ولهذا يعتبر البعض اجتماع غدامس بوادر انفراجة للأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات وتأتي هذه الجولة من المحادثات عقب توقيع الأطراف الليبية على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في أرجاء ليبيا في الثالث والعشرين من الشهر الماضي والذي بمقتضاه يتم إجلاء المرتزقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه تحركة تأتي تنعش الأمال في إمكانية التوصل لاتفاق سلام شامل ودائم لحل الأزمة الليبية عقب سريان وقف إطلاق النار والذي تعاحدت الأطراف الليبية بالالتزام به وبعد أن ما هدت له اجتماعات تشهورية من القاهرة إلى الرباط وجينيفة ترجمة نانسي قنقر